معي عبر أقمر صناعية الدكتور حازم الشمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد أهلا بك معنا إذن بعودة مفاجئة سائرون يحصل على أكثر من النصف كيف تتابع النتائج إلى الآن؟ مساء الخير وشكرا على هذا اللقاء ليست مفاجئة سائرون يحصدون مقاعد كبيرة جدا المتتبع للخريطة السياسية قبل أكثر من عامين أو أكثر يرى أن سيد مقتدى الصدر هو يقود مظاهرات إصلاحية في بغداد وفي العراق بشكل عام وبالتالي هو تنازل عن حقائب الوزارية للمالكي ومن بعده إلى العبادي من أجل بناء منظومة وطنية وهو أول من دعا إلى حكومة تكنقراط وهو ذهب المفاهد بس في نتائج مفاجئة كانت وفقا لكثير من المتابعين دكتور حازم يعني رئيس الوزراء مثلا للعبادي كان بحل بالمركز الثالث وكان هو خاض الانتخابات بتوقعات ومغيرة تماما هذا الأمل المفرط عند سيد العبادي دعينا نتذكر أن سيد مقدر الصدر في السنة الماضية كان يدعم العبادي لولاية ثانية بعد هذا الشيء رفض سيد مقدر الصدر أن يدعم سيد العبادي سيد العبادي حقق انتصار كبير على داعش ولكن بالفترة قبل الانتخابات بأقل من سنة خط يعني الفريق الذي داعم سيد العبادي المستشارين عطوه تصور خطأ وهو أنه مسألة محاربة الفساد ولم يستطيع سيد العبادي تحقيق هذا الشيء ثانيا تحالفات كانت مع الفاسدين باقتل التقسم منهم وليس كلهم وبالتالي هذا المؤشر البياني الخط البياني بدأ ينزل بالنسبة للعبادي ولكن جاءت النتائج ذلك يقول من يتابع أو من كان متتبع للعملية السياسية يرى الأمور بشكل واضح أنها نتائج منصفة وجاءت بما يراه الشارع العراقي لعملية السياسية نعم طيب بعد نتحدث عن مقاعد قليلة تكتمل مقاعد البرلمان 329 هل من مفاجآت تنتظرنا تحديدا بعد عشر محافظات لا أعتقد باقي أقل من سبعة أو ثمان محافظات وبالتالي حتى التصويت الخاص من يراه على التصويت الخاص اللي هو العراقيون خارجا ويقول الأمن الداخلي وفي وزارة الصحة وفي الداخلية النزلاء أنا أعتقد كانت واضحة جدد والأعداد وآحلة يعني لا كان تغيير في مقعد أو مقعدين ليس إلا وبالتالي لا تؤثر في إطار التوزيع الحالية لأن الرئيس الإعبادي اليوم قبل ساعة أكد على أن الأمور لابد أن تذب إلى التوافق والتشاور بالتعاون لتشكيل الحكومة وبالتالي لكل مدركين الكل وليس أغلبية أنه هذه النتائج النهائية ولا بد أن تكون الأمور بهذه التصويرات ما المشهد الذي ترسمه النتائج حتى الآن فيما يتعلق بالحكومة حكومة مع بعض الانتخابات اللي مفروض بعد تسعين يوم من النتائج نهائية أنا قريب من بعض مراكز صناع القرار يعتقدون أن النتائج تبحث بعد عطلة عيد الفطر المبارك وبالتالي هذه فترة للتأمل للتشاور لأخذ النفس للتحرك منفردا غير رسميا وهذه النقطة أساسية النقطة الأهم اللي حابة أوصلها لجنابكم والمشاهديكم أنه أتوقع أنه هناك مشاهد عديدة ولكن المشهد الأقرب بما أنه سائرون بقيادة سيد مغد صدر سوف يذهب إلى دعم مرشح معين وسوف يكون بموقع المعارض السورية في البرلمان العراقي وهذا إذا ما كان سائر بهذا الشيء أنا أعتقد سوف يربح أصوات أكثر لأنه سوف يعتمد على منهجية الوظيفية في المراقبة والتشريع ومحاسبة الحكومة طبعا هذه الانتخابات ليست حدثا عراقيا وحسب دول عديدة إقليمية بالتحديد تتطلع إليها وإلى نتائجها هل من عنوان أبرز ستعكسه هذه النتائج حتى الآن؟ الانتخابات الحالية الرسالة الكبيرة هي انتخابات عراقية بامتياز وذات توجه مفتوح أكثر ميالا إلى الجانب العروبي القومي في هذا الموضوع أنا أشكرك جزيلا عبر أقمار صناعية كنت معنا دكتور حازم الشمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد شكرا ترجمة نانسي قنقر